وحول الإنجازات المحققة خلال عام 2017 زميل محمد حسن آدم عد لنا تقرير حول الإنجازات المحققة بقطاع البترول والطاقة يؤتبر قطاع البترول من القطاعات ذات الأولوية ومن أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن بلادنا تشاد منذ العام 2003 شهدت تحولا ملحوظا في شتى المجالات الإنمائية وهو تاريخ استغلال حقول كومي البترولية بإقليم لغون الشرقية ومنذ ذلك التاريخ فقد أصبهت البلاد دولة منتجة للظهب الأسود وذلك بفضل جهود صاحب الفخامة رئيس الجمهورية إدريس سأديبي إتنو رجل الأول من ديسمبر كما شهد هذا القطاع تطورا إلى أن اتجهت الأنظار نحو حقول كودلواء النفطية بإقليم شاربا جرمي ومن ثم إنشاء مصفات الجرماية بحجر لميسة في العام 2012 وبذلك أصبحت البلاد دولة منتجة ومصدرة للمحروقات والمنتوجات البترولية في آن واحد وكذا غاز البيتان لتوفير الطاقة المنزلية لكن التراجع الملحوظ لأسعار النفط عالميا أثر سلبا في ترقية ونمو هذا القطاع الحيوي إلا أن وزارة البترول والطاقة والشركات التابعة لها قد ودعت خطط واستراتيجيات بديلة وتوقيع اتفاقيات وإبرام صفقات مع الشركات النفط العالمية بغية رفء التحديات التي تحول دون تنفيذ وتحقيق الغايات المشودة وخير دليل على ذلك ودع حجر الأساس لبناء كل من الحقل البترولي والغازي بريغريك من قبل صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو إلى جانب حجر الأساس لبناء المأهد الوطني الآلي للبترول بماو حاضرة إقليم كانم من عجل أعداد كوادر بشرية مؤهلة في مجال البترو كيميا وذلك يندرج في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى بناء الوطن بسوائد أبنائها الشباب لضمان مستقبل أفضل وأن الحقل البترولي والغازي بريغريك الذي سيتم تنفيذه مع نهاية العام 2018 سيساعد كثيرا في توفير المنتوجات البترولية إلى جانب الغاز الذي يحل محل الحطب في الاستقدام المنزلي وذلك يسهم في الحفاظ على البيئة التي تعتبر من أولويات السلطات الأولية بالدولة وأن هديثنا أن قطاع البترول يقودنا بالضرورة إلى التطرق لقطاع الطاقة لأن البترول والطاقة هو الجهان لأملة واحدة والأول مكمل للآخر والأكس صحيح ففي مجال الطاقة قطأت الحكومة شوطا كبيرا عبر الشركة الوطنية للكهرباء بتوفير الكهرباء لسكان مدينة أنجمينة والمدن الحضرية الكبرى بالبلاد مع زيادة الإنتاج وإدخال أحدث التقنيات في مجال الإنتاج وتوزيع الطيار الكهربائي كما أن الإنجازات السالفة الذكر تسمح برفع التحديات ومواكبة الأصر الحديث الذي يرتكز على الطاقة الكهربائية في تحريك وطيرة وديناميكيات المجالات الإنمائية كالمصانع والشركات الإنتاجية والخدماتية وتشجيع الاستثمار وبهذا نستطيع القول أن قطاعي البترول والطاقة من أهم القطاءات ذات الأولوية وكل هذه الجهود تترجم الأقوال إلى أفآل واقئية ملموسة وجأل شاد دولة نامية ومزدهرة بحلول العام 2030 أو بالأحرى رؤية 2030 شاد كما نريد اشتركوا في القناة